في القديم كان اتيان الكاهن امر يعني صعب جدا وبالكاد تصل الى الكاهنة والعراف يعني صعوبة جدا لكن في هذه الايام مع تطور هذه الوسائل اصبح اتيان الكاهن اسهل ما يكون ضغطة زر واحد عبر الرسائل رسائل جوار رسائل واتس اب رسائل الانترنت دخولي للمواقع مواقع في التلفاز في الانترنت في كذا شراء الجرائد مجلات نعم اين الجرائد والمجلات التي فيها الابراج برج برجك قال برج الحوت تقرأ في المجلة هذا الاسبوع تسمع خبر سعيد خبر تعيس تسافر تفقد شيء من اموالك كذا كذا عندما تنظر الى هذه الصفحة التي فيها برج هذا هو اتيان للكاهن قراءة الكفة الفنجان اتيان الكاهن يا اخوانا يعني يكون بالصور يعطيه يجالسه يرسل له رسالة يقرأ في القنوات في الرسائل في جرائد مجلات قراءة الكف قراءة الفنجان هذا كل هذا اتيان للكاهن اذا اتى الى الكاهن الاتيان فقط لا تقبل الله صلاة اربعين يوم صدق كفر بما انزل على محمد عليه الصلاة والسلام تأتيك رسالة عبر الجوال فلان لديك رؤية اشكلت عليك ارسل لنا رسالة فيها اسمك واسم الزوجة والعشيقة او كذا او شخصيتك نريد ان نبين لك انت من اي الشخصيات عصبي عاطفي غرامي كذا ترسل لهم رسالة فيها اسمك مجرد ما ترسل لهؤلاء رسالة فيها اسمك لا تقبل لك الصلاة اربعين يوم تأتيك الرسالة الاخرى عصبي عاطفي كذا سعيد تعيس فلان كذا كفرت بما انزل على محمد عليه الصلاة والسلام الاسلاء خلال الدرس اظن يصنع هذا الاساتذة عندنا طيب هذه الامور يعني بشكل كثير اصبحت في هذه الايام عندنا ولا ندري عنها شيء وبعد هذا والله قد يقع حتى بعض الطلاب انا عندي بعض الطلاب اتصل بي طالب وقال البارحة حدث مني كذا وكذا يعني هو يقول عن نفسي انه وقع في الكفرة الاكبر ماذا حدث قال اتصل علي رقم من خارج المملكة وقال فلان قلت نعم قال نحن اخوة لك في منطقة في كذا ونريد ان نبين لك رؤية وكذا قال طيب تفضله اسمك قال فلان اسم الام قال فلانة كذا 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 يقول انا صدقت كل شيء في ثواني قد لا تصدق هذا المكتوب في الابراج عندما تقرأ بعض الناس يقول يا اخير نتسلى سبحان الله تتسلى بالكفرة الاكبر بالشرك يقول انا اقرأ وما ااخذ بهذا الكلام او هذا اللي تقرأ ليه الكف الفنجان يعني تقرأ قد لا تصدق الان لكن بعد ايام يقع لك شيء تقول سبحان الله كما قالت هذه الخبيثة هذه الكاهنة كما قرأت في هذا صدقت هنا الآن بعد ايام البعض يقول انا اجعل المحادثة والكلام مع هذا في الاتصال الدولي اطول واسمع ماذا لديه طيب تسمع بعد فترة قد تصدق ويكون بهذا الكفر على ما انزل على النبي عليه الصلاة قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة الا الله اشتركوا في القناة